60% من المشاريع البنية التحتية معطلة بسبب ندرة مادة الإسمنت التي أصبحت هاجساً يواجه مقاول البناء حيث يضطرون لاقتناء هذه المادة من الأسواق السوداء لتجنب زيادة الضرائب على تأخر إنجاز المشاريع تتراوح بين 10 و 15% من القيمة الإجمالية للغلاف المالي من 60% إلى حوالي 70% في كل إنجازات البنية ارتاح هذا الإسمنت هو يأثر بالدرجة الأولى يأثر من 10 إلى 15% فيما يخص القيمة فيما يخص الأنفلوب يعني الثامن عندما المصنع الإسمنت لا يعطيه الكميات اللازمة ولا يعطيه الكميات التي يطلبها هو سيضطر بشيروح يشتري من سوق الموازع أربعة ملايين طن سنوياً يحتاجها السوق المحلي من مادة الإسمنت في الوقت الراهن إلا أن المصانع التي تعمل في المجال لا تغطي إلا نسبة ضئيلة منه هذا السبب راجع أولاً المصانع المفروضة تنطلق في الإنتاج هذه المادة ما زال ما انتجت الناس اللي كانوا يستوردوا والمستوردين اللي كانوا يستوردوا هذه المادة ما همش يستوردوا فيها ما هش مستوردة إذن الطلب أكثر من العرض عاود رجعنا نقطة البداية وهي أن السوق الوطنية يحتاجها من ثلاث ملايين إلى ربع ملايين طن سنوياً وهذا هو اللي يخلق هذه الأزمة هذه خلال في المنظومة البناء والمقاولات في الجزائر أجبر المقاولين على مواجهة العديد من التحديات والعوائق التي انعكست سلباً على عمليات إنجاز المشاريع ترجمة نانسي قنقر